اقتباسة الشعياء صحاح 9 آية 6 وهنا بشوف تمييز في الكلام لأنه يولد لنا ولد هذا اللي رح يولد في بيت لحم كإنسان مكتوب إلها قديرا مكتوب عنه إلها قديرا أبا أبديا يعني ما فيك تقلل من قوة هذه الكلمات ولا سيما اللي فهم اللغة العبرية إل جبور إله قدير إله جبار فمش نص إله ولا ربع إله ولا مجرد يعني بيتكلم اللي رح يولد في ملء الزمان هو الإله القدير عارف حضرتك تشاهد الحديقة فبسته مملوء بالإعلانات يولد لنا ولد ونعطى ابنا وبحسب الوحي اللفظي في هذه الآية لم يقل يولد لنا ابنا لكن نعطى ابنا فالمسيح هو ابن الله الأزلي قبل أن يولد لكن سيولد لنا ولد يعني صار ولدا بالولادة لكن هو ابن الله الأزلي أي له وجود سابق قبل أن يأتي إلينا في الزمان ونعطى ابنا ودنا خمس أسماء لهذا المولود هو عجيبا هو مشيرا هو إلها قديرا زمعك أشرت هو أبو الأبدي أبا أبديا أو أبو الأبدي وهذا اسم من أسماء الله هو منشئ الأبدي هو مصدر الأبدي هو رئيس السلام هو منشئ السلام وسيد السلام هذه الأسماء الخمسة أبا أسميه الإسم الخماس للمسيح لم ترت إلا مرتبطة بشخص الله فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد وإشارات خمسة عنه قبل أن يولد في ملء الزمان يعني واحد من الأسماء يهوى شلوم اللي هو سلام بيتكلم عنه في أفسس لأنه هو سلامنا يعني مش بس رئيس السلام هو إله السلام وهو سلامنا تمام ترجمة نانسي قنقر